بسم الله والصلاة والسلام على عشاء في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في شابتر جديد شابتر نمبر 7 Mechanics of Non-Viscus Fluids طبعا الفلويدز اللي هي الموائع أو علم ميكانيك الموائع احنا الهدف من شابتر نمبر 7 and شابتر نمبر 8 هو إعطاء الطالب أساسيات علم ميكانيك الموائع هنا احنا نتكلم بهذا اليوم I will cover the following point Floyd Mechanics Overview Characteristics of Fluids Density Pressure in Fluids Equation of Continuity Bernoulli Equation and its Applications طبعا هنا احنا بدي مقدمة عن المائع ايهو المائع وخواص المواعع والمواعع في حالة السكون والمواعع في حالة الحركة ومفهوم الطاقة وكمية الحركة الخطية Mechanica المواعع Floyd Mechanics هو تخصص فرعي من Mechanica المواد المتصلة والمواد المتصلة احيانا يطلق عليها الميكانيكا الاستمرارية وهذا العلم هو معني اساسا بالمواعع والمواعع اساسا هي عبارة عن سوائل وغازات Gas and Liquid يبا السوائل والغازات بنطلق عليها مائع وهذا التخصص بيدرس السلوك الفيزيائي الظاهر الكل لهذه المواد يبا عندي انا اصلا فلويت بما فلويت عموما اهي كلمة فلويت اللي هو المائع Gas Liquids تنين دولا Mechanics Esthetics and Dynamics علم الحركة وعلم السكون يبا احنا بنقسمه بنقسم علم هذا اللي هو علم Mechanica المواعع الى Statical أو دراستها في حالة عدم الحركة Esthetics اهي او Dynamical Dynamics او دراستها في حالة الحركة طبعا هناك تخصصات اخرى معنية بهذا العلم هي الديناميكيات الهوائية الديناميكيات المائية الهيدروديناميك تمام وغيرها من التخصصات لكن هذا التخصص احنا بنركز فيه الى تحديد الكيميات بيهتم بتحديد كيميات الفيزيائية الخاصة بالنوع وذلك السرعة الضغط الكسافة اللزوجة وغيره ومعدل التدفق وغيرها من التطبيقات المهمة للفلويت Mechanics زي ما قلنا احنا الفلويت هي Gaz Liquids Gaz كامثلة لأير الهواء الهيليم الارجون النيتريون وغيرها تمام الليكويدز زي الووتر زي الاويل زي الكحول وغيرها من السوائل الستاتيكس لما تكون القوة محصرة Submission of forces initial forces بسوء زيرو ده ده استاتيكس يبقى العلم في حالة عدم حركة في حالة السكون ديناميكس لما يكون القوة اكبر من السفر مجموعة Submission of forces اكبر من السفر تمام ده فلويت بيحصل تدفق face of matter اطوار المادة The common faces of matter are solid, liquid and gas اطوار العام او الشائع للمادة المادة تنقسم الى مادة صلبة مادة سائلة ومادة غازية وفي الحالة الرابعة للمادة اللي هي البلازمة لكن هنا solid has a definite shape and size المادة الصلبة لها شكل وحجم محدد liquid has a fixed volume السائل له حجم ثابت but can be any shape ولكن ممكن يتخذ اي شكل يعني السائل يأخذ شكل الكنتيلر الشكل الاناء الحاول لكن حجمه ثابت لكن الشكل يأخذ شكل الاناء يبقى شكل متغير gas can be any shape and also can be easily compressed الغاز ممكن يأخذ اي شكل وممكن بسولة ممكن يضغط تمام يبقى الصلب المادة الصلبة لها شكل وحجم محدد لكن المادة السائلة لها حجم محدد وشكل اي شكل الغاز ليس له شكل محدد ولا حجم محدد all liquids and gases post flu كلهم يتضفق and are cold flows وبالتالي يسموها مواقع نتكلم عن density the density of a fluid is defined as a mass per unit volume ايضا الرا لها density كتلة على حجم والsi unit of density is kilogram per meter to the power of three density is also sometimes given in gram لكل سنتيمتر مكعب يعني ممكن في النظام العالمي للوحدات تقاس الدensity بالkilogram لكل متر مكعب لكن في النظام CGS تقاس الدensity بجرام لكل سنتيمتر مكعب وتو convert جرام سنتيمتر مكعب 2kg إلى مكعب لكل متر مكعب نضرب ألف لأن نحول من الجرام هنا على جنب بسيط نحول من الجرام لكل جرام نضرب في 10 3 سنتيمتر وعشان نحول من سنتيمتر مكعب إلى متر مكعب هنا سيبقى 10 أسالب 6 فهذه تطلع من فوق 10 سموية ب6 ومعها 10 سموية ب6 جمعة يبقى 10 سموية 10 to the power of plus 3 اللي هي 1000 يبقى تكون جرام سنتيمتر مكعب لكل سنتيمتر مكعب 2 كيلو جرام لكل متر مكعب ملتبلاي ب1000 نضرف في 1000 water at 4 centigrade عندها 4 درجة مكعب has a density of 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب اللي هي بالساوي قام هنضرف 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب يعني انت لو عندك كنتينر كنتينر ده الكنتينر ده أبعاد 1 سنتيف 1 سنتيف 1 سنتيف في الآخر خالص هو كمية مية 1 جرام لكن لو عندك كنتينر أكبر 1 متر 1 متر 1 متر 1 متر 1 متر كمية المية سنتيف 1000 كيلو جرام specific gravity of a substance دي بسموها الكسافة النوعية كسافة النوعية لأي المادة is the ratio of its density to z of water هي النسبة بين كسافتها إلى كسافتها إلى كسافة الماء هنأخذ الضغط الضغط يبقى إخذنا density raw m على v هنأخذ الضغط pressure at tips h ضغط عند عمق h blue the surface of the liquid تحت سطح السائل is to the weight of the liquid هو بناشى عن وزن السائل above it عند هذه النقطة وفوق هذه النقطة and we can quickly calculate P with rho g h this relation is valid for any liquid this is to any sائل whose density does not change with depth which does not change with depth any sائل that doesn't change with depth depth وهو ارتفاع. في هذه الحالة نطبق عضو P ادت الضغط عند هذه النقطة. والنقطة دي من سطح السائل لغاية النقطة دي ارتفاع مقداره H. اهي. هيبى الضغط بيساوي P رو في الجي في الاتش. طب الجاي جاد. معروف ان البي بيساويه. الضغط بيساوي قوة على مساحة. والقوة بيساوي كتلة في تسارع. كتلة في مين? في تسارع على المساحة. والكتلة علاقتها بالكسافة ايه خدناها في المعادلة السابقة. الرو بيساوي M على V. يبقى الام بيساوي رو في V في جي. على مين على ايه. طب تمام. ال V هو الحجم. والحجم بيساوي ايه. الارتفاع H في ايه. في رو. يبقى نعوض تعني عن المعادلة بتاعيه. اثباتها بسيط جدا وسهلة. شكرا لكم.